شاهد رئيس الوزراء تسليم عقود عدد من الوحدات السكنية بحضائق العاصمة للمستفيدين ضمن المبادرات الرئاسية السكن لكل المصريين وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتمكنت في أقل من عشر سنوات من تنفيذ نحو واحد ونصف مليون وحدة سكنية تسعين بالمائة منها لمحدود الدخل بما سهم في حل واحدة من أكبر المشكلات التي كانت تواجه المواطنين مؤكدا أن الرئيس السيسي وجه باستمرار مبادرات سكن لكل المصريين نحن في خلال أقل من عشر سنوات بنينا أو خلصنا وبنخلص وبنسلم أكتر من مليون ونصف وحدة سكنية نقدر نقول أن 85% أو 90% منهم في صورة سكن اجتماعي للشباب ومحدود الدخل وإسكان بديل للعشوائيات وتحديدا المناطق الغير أمنة لكن خلينا نتكلم عن رقم مليون ونصف وحدة سكنية لو أنا بضرب في متوسط ما بين أربعة إلى خمس أفراد في الأسرة يعني إحنا بنتكلم أن إحنا حلينا مشكلة إسكان لعدد في حدود من 6 إلى 7.5 مليون مواطن مصري في خلال فترة زمنية الحمد لله بكل المقاييس فترة تعتبر فترة قصيرة بالمقارنة باللي تبنى على مدار 36 سنة قبلهم كلام ده لأن قضية الإسكان كانت أحد أهم مشاكل الدولة المصرية وأكثرها حدة وكانت دايما حلم لأي شاب أن هو يحصل على وحدة الحمد لله النهاردة بهذه الوحدات اللي احنا شايفينها كنموزك في مدينة حضائق العاصمة يعني إحنا بنحقق حلم لشبابنا أن يبقى آمن في أن هو بيقدر ياخد المقوى أو السكن المناسب ليه اللي يعيش بيه شكرا